في أيلول الماضي أقدم مسلح داعش على إحراق محتويات كنيستين في الرقة الشمالي سوريا ورفع رايتهم عليهما وأحرقوا كنيسة سيدة البشارة وحطموا الصلبان والتماثيل في كنيسة الشهداء في المدينة وقد أظهرت مشاهد جديدة لإحدى الكنيستين وقد حولها أفراد من داعش إلى مركز لهم سموه مركز الدعوة ورفعوا فوقه راية سوداء ومعروف أن مركز الدعوة يعرض محاضرات دينية ولقاءات ومن أعمال داعش خطفها في الأيام الثلاثة الماضية واحدا وخمسين كرديا على الأقل من مدينة نبج وقراها ومدينة جرابلس بينهم طفلان وسيدة وسبع فتيات لتأتي عملية الخطف في إطار المعارك الطويل بين الأكراد وعناصر داعش وما تفرده الدولة الإسلامية من حصار على مناطق كردية في حلب وأضاف المرصد السوري أن مصير المخطفين لا يزال مجهولا وأن الجهة التي اقتيدوا إليها غير محددة في هذا الوقت أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة أن جماعة مرتبطة بالقاعدة أعدمت ياسر فيصل الجميل وهو مصور تلفزيوني عراقي يعمل حرا وله ثلاثة أبناء وقد عمل مع رويتس في العراق بين عامي 2003 و2009 وفي المعلومات أن الجميل أعدم ووصل جثمانه لاحقا إلى تركيا لكن الظروف المحددة لمقتله غير معروفة وقالت المنظمة أنه بمقتل الجميل يرتفع عدد الصحفيين المحترفين الذين قتلوا في سوريا إلى عشرين صحفيا وهو أيضا ثامن صحفي أجنبي يقتل هناك على خط المباحثات ولكن غير السياسية تجري الولايات المتحدة محادثات مع مجموعات استمية سورية معارضة سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن هذه الاتصالات تستثني مجموعات مرتبطة بالقاعدة كجبهة النصرة وأوضحت أن الحوار يجري معينة واسعة من السوريين فضلا عن مسؤولين السياسيين وعسكريين من المعارضة بمن فيهم جماعات إسلامية لكن الحوار لا يشمل المجموعات المصنفة إرهابية وأشارت هارف إلى أن المطلوب هو تأييد هذه المجموعات للحل السياسي في هذا الوقت أفادت صحيفة وولستريت جورنال أن ديبلوماسيا أمريكيا توجه إلى سوريا للقاء مجموعات إسلامية وعلى صعيد المعارك في منطقة القلمون فقد دخل الجيش السوري مدينة النبك من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية فيما الاشتباكات تعنف في المدينة وسط إطلاق قضائف وصواريخ ونشوب حرائق في البلدة أطخمها في ساحة البلدة فيما الاشتباكات متواصلة على الأتسراد الدولي من دمشق إلى حمص عند مزارع ريمة المتاخمة لبلدة النبك وسير العمليات يؤكد قرب أعلان الطريق آمنا